رئيس الجمهورية روى لما انتخب رئيس الجمهورية أولا مهمته الأساسية أن يتغاذى عن الأحقاد ويوحد شعبه السيد الرئيس الجمهور لم ينجح في هذا بالعكس جاء وقال لنا أنا لي مقاربة جديدة أنا لي مقاربة جديدة وآليات جديدة لإنقاذ الإنسانية وأفريقيا يا أخي نحن نحب ننقذ تونس هذه المقاربة الجديدة بدأت بالاستشارة المهزلة الإيسارة الإلكترونية 7% قال له وعمل على أساسها الدستور كما أراد 7% بعد دخلنا في الدستور وتعرفوا مهزلة الحوار الوطني وما فعله وما صنعه بالعميد وبأستاذه صدق بالعيد وكتب بالدستور بنفسه ولنفسه هذا لم يحدث في التاريخ نحن لا نحترم أنا أحترم الشخص أنا أناقش أفكار وقرارات السيد قاس السيد أنا أختزلها ونقول إشن هو أنا نقول السيد الرئيس عليش قلت غير قادرة الحكم إن بوك مانفار بلغة آخرى يجي طبها يعميها نعطيك مثال بسيط هل أنه يمكن إصلاح القضاء بهذه الطريقة بتلك المذبح التي قام بها هل تعرفون أنه أول مرة في تاريخ تونس ما فماش يعني حركة قضائية واليوم ثم شغور في العديد من المناصب ما لحكيوش على وزارة الخارجية كذلك ولكن في القضاء اللي هو قطاع حساس واللي معروف أنه قي سعيد في كل حالات درس القانون